بسم الله الرحمن الرحيم الموجهة لمستوى السنة الأولى من تعليم المتوسط إذن ننطلق من هذه الوضعية المقترحة لمناقشة الدارة المستقصرة نصها كالآتي أنجز زميل لكم تركيبا لدارة كهربائية تحتوي على عمود كهربائي ومصباح وقاطعة وأسلاك توصيل إلا أنه لاحظ ما يلي أولا عندما يضع مفتاح القاطعة على الموضع سفر يتوهج المصباح ثانيا عندما يضع مفتاح القاطعة على الموضع واحد ينطفي المصباح ويسخن العمود الكهربائي المهام المطلوبة أو المطلوب إنجازها في هذه الوضعية أولا أرسم مخطط الدارة الكهربائية للتركيب المنجز يعني الذي أنجزه هذا التلميذ ثانيا بما تفسر انطفاء المصباح وسخونة العمود في الحالة الثانية دعم إجابتك بتتبع مصار التيار الكهربائي في الحالتين أي في حالة تواهج المصباح وفي حالة انطفائه وسخونة العمود الكهربائي ثالثا ما تأثير هذا التركيب على العمود الكهربائي دعم إجابتك بطريقة تجريبية إذن علينا أولا أن نتصور هذه الوضعية التي اقترحت نتصورها لنرسم مخططة إذن فمخطط هذه الدارة لا شك يكون بهذا النموذج أو بهذه الكيفية إذن لدينا المولد أسلاك توصيل إلى المصباح وإلى القاطعة ثم نعود إلى المولد ماذا قال؟ قال حينما تكون القاطعة في الموضع صفر يعني مفتوحة هنا يتوهج المصباح بمعنى القاطعة لا تتحكم في المصباح إذن نتتبع التيار الكهربائي مصار التيار الكهربائي في هذه الحالة إذن يخرج التيار الكهربائي من القطب الموجب كما هو مبين بالسهم ويسلك هذا الطريق يمر إلى المصباح يخرج من المصباح يعود إلى المولد من الجهة السالبة هذا في حالة لما كانت القاطعة مفتوحة لما نغلق القاطعة ينطفئ المصباح ويسخن العمود بماذا نفسر ذلك؟ إذن في الحالة الثانية هكذا فعلنا غلقنا القاطعة انطفاء المصباح سخنا العمود الكهربائي لأن في هذه الحالة ماذا يحدث؟ انطفاء المصباح يدل على أن الكهربائي لا يمر فيه لماذا لا يمر فيه الكهرباء؟ رغم أنه موجود في دارة يبدو أنها مغلقة إذن ببساطة أن الكهرباء في هذه الحالة وجد مسلكا أو طريقا أسهل من المصباح الطريق الأسهل هو النواقل يعني هنا أسلاك القاطعة ما هي إلا ناقل إذن فالكهرباء يختار هذا الطريق السهل والسريع إذن فيمر عبر الأسلاك ليعود المولد وبالتالي لا يمر في المصباح إذن هذا سر انطفاء المصباح وما سر السخونة؟ إذن سخونة العمود تدل على أنه يمر فيه كهرباء قوي إذن هناك كهرباء قوية أو شديدة الشدة لماذا هي قوية أو شديدة الشدة؟ لأنه لا يوجد ما يعرقل حركة الحبيبات المصباح يصعب المرور أما الأسلاك فسهلت المرور إذن فيكون سريعا وبالتالي تكون الشدة قوية وهذا ما يعرف بالدارة المستقصرة إذن هنا استقصرنا المصباح فصارت لدينا دارة مستقصرة تؤدي إلى إتلاف المولد إذا استمر الحال على هذه الكيفية نثبت هذا الكلام بشكل تجريبي نحقق ذلك بشكل تجريبي إذن هنا تتبعنا نعم مثل ما ذكرنا مصار تيار إذن في هذه المرة التيار لا يمر في المصباح وإنه يمر فقط في الأسلاك وبالتالي تكون دارة مستقصرة وهي كما ذكرنا ذات خطورة كبيرة على المولد في هذه الحالة نبين ذلك بالتجربة لاحظ معنا إذن أحضرنا مولدا دلالته 12 فولت لكي يكون التأثير واضحا يعني لم نعتمد على بطارية 4.5 إذن كما تلاحظون سنضبط المولد على القيمة 12 فولت نشغل المولد نعم ونوصل به مصباح دلالته تكافئ المولد نعم مصباح دلالته 12 فولت إذن وصلنا توصيلا مباشرا يعني بدون قاطعة إلا أنكم ينبغي أن تلاحظوا أننا استعملنا في الدارة كموصل جزء من صوف الحديد سترون نعم إذن يشتغل المصباح كما تلاحظون هنا وضعنا صوف الحديد لكي نرى تأثير الاستقصار فيما بعد إذن يتوهج المصباح ولا يحدث أي شيء لصوف الحديد لا يحدث أي شيء نحضر القاطعة الآن لنركبها كما ورد في المخطط على التفرع إذن سنضع القاطعة على التفرع مع المصباح كما تلاحظون إذن وضعنا القاطعة ونلاحظ ماذا يحدث عندما تكون قاطعة مفتوحة وعندما تكون مغلقة إذن وصلنا نتمم الدارة إذن نتمم التركيب لاحظ يتوهج المصباح كما رأينا بشكل عادي ولا يحدث أي شيء لصوف الحديد مما يعني أنه يتحمل التيار الذي يمر نغلق القاطعة الآن لاحظ يا إلهي ينطفئ المصباح ويحترق السلك ينطفئ المصباح ويحترق السلك إذن كيف نفسر ذلك إذن قلنا نلاحظ فعندما صار المصباح مستقصرا بواسطة القاطعة التي غلقناها لاحظنا أن السلك أو صوف الحديد الذي وضعناه في الدارة يحترق احتراق صوف الحديد ناتج عن السخونة والسخونة سببها مرور تيار كبير تيار قوي يعني هذا السلك الذي وضعناه صوف الحديد يدل على أنه لو لم نضع صوف الحديد هنا ما الذي سيسخن المولد هو الذي سيسخن وقد يتلف إذن لاحظ جيدا فا احتراق صوف الحديد نعم في حالة اشتغال المصباح لا يحترق صوف الحديد وإنما في حالة الدارة المستقصرة يحترق صوف الحديد إذن فهذا التجربة تبين لنا ما مفهوم وما معنى الاستقصار ومدى خطورته فحدوث الاستقصار في دارة كهربائية يكون خاطرا على المولد قد يتلف المولد إذن هذا بالنسبة لمفهوم الاستقصار ومتى يحدث يعني من خلال تجربة تفهم بأنه متى يحدث الاستقصار الاستقصار يحدث عندما تلامس طرفي مصباح كهربائي بشكل مباشر يعني تلامس المدخل مع المخرج بسلك أو بناقل نعم كما تلاحظ هنا في تجربة فعندما نلامس طرفي المصباح نعم بشكل مباشر بواسطة ناقل أو سلك يؤدي ذلك الى استقصاره ما معنى يؤدي الى استقصاره يصبح وكأنه صار خارج الدارة الكهربائية أي لا يمر التيار الكهربائي عبره وإنما يمر في السلك الذي وضعناه فالسلك هو طريق سريع للكهرباء إذن بهذا نكون قد وصلنا الى نهاية الجزء الأول في هذا الموضوع وهو توضيح مفهوم الاستقصار إذن سنتطرق في حلقات أخرى بإذن الله الى أنواع الاستقصار متى يكون الاستقصار جزئيا وما خطره على من وماتى يكون الاستقصار كليا وما خطره وعلى من إذن إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته